كيف رأى ده معاكي في الدور اللي عملتين مع ياسمين عبدالعزيز؟ لا دور مع ياسمين كان قبل الورشة كان قبل الورش تكلمين عن الدور ده لأنه هو برضو دور مختلف والله أنا لقيت ده هو مرش كبير صح؟ كان اسمه اللي مرش كبير اللي مرش كبير لقيت أستاذ مصطفى فكري مخرج بيكلمني وبعدين قال لي ده فيه دور كذا كذا ومع الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنا تنحت إذا ياسمين عبدالعزيز أنا بحبها وإيه فقلت له ماشي وبدع فروحت سندرجي بصيت وقريت الورق عجبني جدا هو دور عارفها شر 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 بس مش شر بقى اللي هي تروح تقتل حد وتأذي حد لا هي بتأذي بس بطريقة ايه من غير ما تعورك حرباية ايوة حرباية وبعدين الناس يعني فضلوا في فترة مهاجميني انت أصلا ليه بتعملي أختك كده اللي هي فنانة ياسمين عبدالعزيز بقى هما بيحبوها بس ده احنا بنمثل أنا وهي الناس لما بتأذيك ده نجاح ده نجاح كبير ويحسب لك فاتحجمت الرجل نجالي ما سجتت شتمت فيه كبروا الموضوع قوي كسرتي الدنيا بعد أغنية بسبوسة مفكرتش تغني ليه تاني غنيت أغنية اسمها حتة جاتو مع أحمد عبدو مركز انت مع الحلويات أغنية حلوة قوي بس للأسف أنا بعدها عطول سفرت أمريكا شوية فبصراحة ما تديتش الأغنية حقها هي محتاجة كانت تنتشر أكتر على السوشيال ميديا محتاجة أن هي تتصور فيديو كليب محتاجة كذا حاجة كده عشان تترقع برضو زي بسبوسة طب عايزين نعرفك أنت بقى شخصيا بقى حالتك اللي اجتماعية حالتك اللي اجتماعية إيه أخبارك يعني ندخل بقى في كلام الستات شوية أنا متجوزة المفروض 21 سبعة ده اللي أنا درس لي بتاعي بس 22 سبعة السنة فاتتتوفى بابا فأنا خلاص بالنسبالي احتفال بجوازي ده مستحيل تاني فمجوز بقى لي سنتين لسه ربنا ما أردش أن أنا أبقى عندي ننة ده حلم حياتي يعني ربنا يا رزقني ببنوتة بالزيت حياتي متقسمة ما بين بيتي بقى يعني أنا لسه بقولي جوزي من كام يوم ما كنتش أتوقع أن أنا اهتمامتي تبقى حيلة لو صواني أنا مكنتش كده أنا حياتي كلها سفر شوپنج ألبس معرفش إيه أروح عامل دوافري بيت حياتي دلوقتي لو ما عنديش شغل فأنا قاعدة في البيت أنا بيتوتية شوية قاعدة في البيت بشوف طبخات جديدة عنيسة أبني الهوة دلوقتي كنت فتحة برجع أرز بلبن برضو حلويات ماما قالت لي الطريقة ماما قالت لي الطريقة وقلت برضو إيه أراجع إيه من عنيسة الطريقة مرة كمان كده عشان لو هعمله في أي يوم في حياتي بقت حياة عارفة عادية جدا تقليدية جدا بقى لي اهتمامات تانية أكتر من أن أنا أتفسح وعمل شوپنج والحاجة دي